الإرهاب الفكري هو نشاط يعمل على تكميم الأفواه وعدم قبول تعدد الآراء من هنا انطلقت فكرة هذا المؤتمر الذي يسلط الضوء على قضية أصبحت تهدد كافة مجتمعات العالم من خلال السلوك العدواني العنيف نتيجة التشدد والغلو ومخالفة النصوص القرآنية والسيرة النبوية تحملت وزارة الداخلية مسؤوليتها منذ أن رسمت خارطة الهزيمة لمشروع الإرهاب الفكري وأخذت على عاتقها مواجهة أصحاب رايات السوداء والمفاهيم العوجاء حتى تنوعت ساحات المواجهة الفكرية منها والأمنية بعد أن أخذت بالتشخيص العلمي لظاهرة الإرهاب الفكري ودوافع الاستطاب إليه من الشباب فكان لزاماً الأخذ بالأدوات والوسائل الكفيلة بتأصيل منهج الاعتدال والتحصين من الآثار السلبية أهمية توحيد الجهود بين كافة مؤسسات الدولة الحكومية منها والأهلية لتوجيه العمل نحو البرامج والتطبيقات التعليمية والإرشادية اللازمة لإعداد أجيال متميزة من الشباب القادر على مواجهة الهجمات الفكرية المتطرفة إن ما سنقدمه في ملتقانا هذا ما هو إلا إضاءات أو مشاعر تحملها أيدي شباب من هذا الوطن المعطاء الكويت من أجل أن يتعاون الجميع ونتشارك المسؤولية في حمل شعلة الحق لتنير قلوبنا ومجتمعاتنا لتخلصنا من ظلام الإرهاب والكراهية وليسطع نور الأمان والإطمئنان والتسامح والمحبة نحو بناء وطن يلبي العيش للجميع يهدف الملتقى إلى تعزيز دور التنشئة الاجتماعية كأساس لتكوين المواطنة وقيم الانتماء لدى المواطن واستثماره في نبذ الطائفية والكراهية مما يتيح لأفراد المجتمع التكاتف والتعاضض والتمسك في القيم الاجتماعية وحده العمل الجماعي يمكن أن يحقق بمنظور استراتيجي نتيجة تفضيل تصد كامل فعال ضد الإرهاب الذي يبقى التطرف يغذيه ما بقية الدول بأنظمتها تسمح بذلك حسين الصيغ لتلفزيون المجلس